بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين ننقل شاشة الموبايل على كمبيوتر. لاي غرض عشان جيمز عشان خاطر نعمل نشرح داتها معينة وعشان خاطر نعمل لها منتاجة عن طريق كمبيوتر يكون افضل مثلا امكانيات اعلى. هنشوف نعمل الكلام ده ازاي. شروط معينة بسيطة هتكون متوفرة. الكابل اليو اس بي متوفر بين الموبايل وكمبيوتر ده اول شرط. الشرط التاني بيكون عندنا هنا. ده لو جازك بالانجليز يعني. لو بالعربي مثلا تلاقيه معمول هنا المكتوب عليه النظام. ما يقلش عن اربعة وستين بيت. تمام? المهمة او نقل البيانات في الموضوع ده. لان نقل البيانات هنا لازم تكون سريعة. لو اتنين وتلاتين هتقب باطئة جدا وكمان هتهنج ووطوها في خالص. وفي بعض سيستم مش هيتقبل اصلا فمش هيشتغل. انا بفضل بقى حاجة مش موجودة هنا. معاش تكلم عليها اللي هو ويندو تين هنا. ويندو تين برو هنا. مهمة او في الشغل ده برضو. ليه عشان قطر في داتة مهمة او بتكون موجودة عليهم. طيب ايه تاني يكون موجود في الشروط دي? يكون موجود كمان ان احنا بناخد خيالات المطورة اللي موجودة هنا. تمام? اللي موجودة على الموبايل. بنمسك الموبايل هنا كده. اول حاجة بنمسك الموبايل. تمام? هو مطفئ عشان كامل شاشة سودا. نعم? بدخل على الضبط هنا. بنزل هنا من الضبط هنا على حول الجهاز. حولي الجهاز دي اخر حاجة عشان اجيب حاجة اسمها خيالات المطور. معلومات حول البرنامج. اللي هو مكتوب من تحتها اعرض الزار الاندرويد. ل attain عن درويد هنا? اللي هو في معلومات حول البرنامج. اللي ان شايف هنا ديت. بدوس عليها واضغط عليها. بمعندي هنا حاجات كد هي جدا. الاندرويد والزار الاندقل اساسي والزار كل الكلام ده ما يفريش معي خالص. معي حاجة اسمها لقم الى ادار. بادوس على سبع مرات 1 2 3 4 5 6 7 طبعا بدوس على قبل كده فبقول لي فيجي انا جدوس تانا انت خلاص اختارت خيارات المطور بروح على خيارات المطور انا عايز من ايه خيارات المطور دي عايز من حاجة واحدة بس ان انا فعل ال USB باجي هنا على ال USB هنا اللي هو تصحيح USB اصلا ده بيكون هنا مش منفعل فانا بعمل ايه باجي هنا وفعله بقول له هنا انا موافق وعايزك هنا تفعله لي بيديني شاشة بيقول لي عايز السماح متأيما من كمبيوتر ان هو ما اسألش السؤال ده تاني هقول له ايه ما اسألش السؤال ده تاني وخلاص يبدأ اشتغل علينا طبعا انا هو خفر الموضوع ده كله ان انا قفلت قدامكم بس فتحت مرة تانية طيب مديني شاشة العادية وما دينيش نقل الملفات انا بعملي في حالة زي كده بنزل على طول على طول بطلع على كل من مشارية الاشعارات واجي هنا على نقل الملفات وادوس عليها بيقول لي هنا عايز نقل السور واللي عايز نقل ايه ولا الكلام ده كله برضو هارجعت مرة تانية هنا وقول له لا انا مش عايز نقل السور انا عايز نقل ملفات الوصايت قدامكم بعملها قدامكم عشان تكون ايه معروفة كده انا عملت معظم الشروط اللي هو متعازة نايس الشاشة تظهر عندي هيتبقى عندي اخر حاجة هنا الفايل ده الفايل ده انا سأولكم في صندوق الوصف بجعف الفايل ده باخده وعمله عملية ايه بفكه هنا انا تمام الفايل ده اللي ما بفكه هنا ايه اللي بيحصل بيديني الفايلات اللي موجودة دي بغض الفايلات الموجودة دي عايز منها كم فايلة انا عايز منها الفايل ده المسكوب ندوس عليه ندوس عليه ازاي ندوس عليه كده وخلاص لأ احنا بنعمل نقلر понدوس هنا run administrator يقول لي هل انت فعلا عايز تعمل عملية run عشان تنظر للشاشة تمام زارت الشاشة هنا يبدأ دي اخر خطوة بقمرها بظهر بها الشاشة طيب انا لو دس هنا كليك قفلت هنا ايه لا يحصل الشاشة تختفي يبقى انا لازم ده يفضل مفتوح عشان الشاشة تفضل موجودة طبعا انا اتحركت هنا بسرعة نقل بيانات عالية جدا على الشاشة على الكمبيوتر ليه الكلام ده كله عشان خاطر انا عندي هنا اصلا السرعة اللي موجودة عندي هنا كام عندي السرعة موجودة 64 بيت ودي مهمة جدا جدا انا عجبكم الفيديو منسل ناشف اللايك والشير وشكرا لكم وربنا فاكم